بس انا هبدأ بعمر جبالة ليه؟ عشان عمر جبالة عنده الحدث بكرة عنده زمالك وبرامدز معلش يا جماعة تكون لكم مهمين جدا من زبالي سعايزين نعرف الزمالك هيلعب ازاي بكرة الزمالك في حظل هذه الغيابات العديدة الكثيرة هيلعب ازاي قدام ببرامدز اللي ما شاء الله عنده بدل اللاعب تلاتة واربعة متكلم عالتشكيل مفاجآت يلا بينا مفاجآت بكرة مفاجآت بسمعه يا جماعة عمر جبالة هيقول لكم مفاجآت في تشكيل الزمالك لا مفاجآت مش ما اقولتش مفاجآت انا اسف احقك يا الله يا والله انا غلطان مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة ببرامدز بعد ساعات يعني مش غدا كمان هقول لك الحاجة اللي قبل ما اقولي التشكيل اسوريو كان بيفكر في بعض ايه ده بعد ما قالت ده كله ده اتحبت يا اخي افضل اول اسوريو كان بيفكر في البداية في بعض الاسماء جن على خلاف فيها مع جهازه المعاون هم دايما بيفكروا مع بعض اسوريو عنده افكار هو بيصر عليها بشكل مستمر من اول متولى المهمة والجهاز المعاون عنده افكار ان الموضوع ده مش مناسب للقايمة الحالية الموجودة في الزمالك بيحصل اختلافات وفي الاخر بيوصلوا الرأي واحد وبيطبقوا ماتشو بكرة حصل ان اثوريو كان عايز يبدأ ببعض اللاعبين الشباب داخل التشكيل الجهاز المعاون قالوا احنا محتاجين خبرات اكبر فحصل تناقش في الاخر ووصلوا لايه بقى التراي ماتشو يبتدي بمحمد صبحي الزناري محمود علاء حمزة المثلوسي محمد عبدالشافي تاني مفيش حسام عبد مجيد مفيش محمد عبدالغاني كده كده حتم سكر مقوف كده احمد فتوح نصاب تمام صبحي تمام احنا بنكلم دلوقتي على احراسة المرمى صبحي زناري علاء عبدالشافي مسلوسي ممتاز خط الوسط ثلاثة عمر جابر تمام عمر السيسي لبيل عماد دونجا روءة فيه مفضلة ما بينه مع الثلاثة يعني هو لعب بطريقتين في التراي ماتش الأخير طريقة فها روءة وطريقة فها عمر ودونجا والسيسي فرؤة بيدخل في مفضلة مع الثلاثة عمر جابر والسيسي ودونجا او يشيل واحد ويحط رؤة ماشي الثلاثة بقى اللي في خط الهجوم ايوه في الغالب شكبالة ورقة الربحة مش هيلع باساسي شكبالة في الغالب هيبقى بكرة على مقاعد ابو دلاء كورقة الربحة لإخوان كارلوس أسرة ماشي يبتدي بابراهيم انضاي مصطفى شلبي ناصر منسي مفاجأة فرق قولوا مرة واحدة كده التشكيل محمد صبحي علاء مسلوسي زناري عبد الشافي عمر جابر السيسي دونجا ورقة فيه مفضلة ان هو يدخل على واحد من الثلاثة ماشي نضاي شلبي ناصر منسي هو ده التشكيلة اه كان فيه بقى تفكير في ايشو اه وفي سيد نمار جازر معاونا قال الخبرات مش هتساعد ممكن نستخدمهم على خلال احداث المباراة وفقا لمجرايات اللعب زي ما بقولك بكرة فيه مفاجآة خط الدفاع نفسه عواد لو كان جايز كان لعب أساسي عايز عواد دلوقتي اصلا عواد ده هناخد وقت كبير لا هرجحلك بعد شو هجيلك هلف اللفة واجيلك تاني بس هتقولني عواد عواد كان مية في المية أساسي بكرة خليني اقولك ليه بس ما نلف اللفة ليش حلوة كانتش ايه ده يعني بيشواكوا